السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وكلمنا كيف مجرد العادة دائما بالصلاة والسلام على حبيب الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا متابعي الكرام متابعي قناة سحر طبيعة اللي كانت مننا يا ربي فيديو اليوم يلقاكم وانتم في أتم الصحة وفي سعادة يا رب كان بارك لكم العواشرة لبنات وكان قول لكم عواشرة مبركة عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية يا رب حية جديدة كيف ما أقول لفتكم دائما ما كان غير الجديد ثم الجديد ايمان كنقول لكم في متناول جميع ما نطوش عليكم حبيباتي نمشي ونشوفوا هات الحيال وننسوا شغطكم الى عجبكم اللايكات دائما وبارتاج وشكرا لكم كنتمنى يا ربي ما تردوش طالب اللي فوجي الله يسهل عليكم كام نينا البنات نمشي وانشاء الله نشوفوا هات الحيال وكنتمنى لكم الطبع فرجة ممتعة ونبدأوا على بركتي الله ونقولوا باسم الله هنا البنات ونشارك معكم هذه النصيحة هذه بالنسبة يعني بزاف دائما يغفلوا عليها وهو المشكلة لها المصمار يكون شدلنا هاد اليد الكوكورس ماذا يدعني نغسلوا عادية ومن اللي يتغسلها اكيد ان هذه البلاسة انا غسلناها بالإشياء من اللي كنحطوها في الشمكة لا نحطوها شو هي مائلة لا، كنحطوها كنقدر نحطوها في شمكة هكا هذه البلاسة اللي يكون فيها هذه الحفيرة كيف ما كنتشوفوا إلا ما حطيناه هشمك فيه هكا باش تسقطر يقدر حنا يعني عن غير قصد نحطوها هكا ولكن هذه البلاثة تبقى شدة الماء هذا المصمار بسرعة أنه يصدق اليوم على الدق يصدق واحد نهار انا اطرق ايها لكي تعرفوا بخير ودليل لم يكن كرد لها البال وبسرعة كنت اضطلت لها اليد حيث لم يكن تشري وليد يعطوك المصمار المصمار اضطر لي هذا الراس الفوقاني نصلت ليد وبقليه هذا اللي كان هنا وبقليه هذا مهرس فيه المصمار وكان عندي صعوبة بأنني نزوله وفي هذا الشكل اللي يتهرس لنا الساروت في القفل يزال الساروت من اللي يتهرس راهب بواحد الحيلة بسرعة يخرج بلا ما يحتاج لها معلم لوالغ انا شخصيا كنخرجه الراسي ولكن هذا المشكل اللي فيه فيه الفيلتاج البنات كيبقى يدور هذا الفيس هذا كيبقى يدور بالفيلتاج يعني صعيب بانك تزولي هو مهرس الداخل لهذا طريس بانني شريس واحد اخر يعني كفيوها بحلاكة وما تخليوش الممقلة هنا وكذلك نصيحة اخرى من اللي يكون عندكم مصمار جديد خدوا هذه السبقة دي الفيرني وعمروها هنا يعني ديروا كيمية معقولة خليوها كطبقة يعني دي الحماية وعازلة ما بين مصمار والماء وهكدار غيدوا معكم مدة طويلة من غير ما تهرس لكم هذا المصمار وهذا اليد بالكوكوت هنا البنات عاقلوا على ذلك المزاودي كنت قلعت معاكم ترسبيوا من هريسة وكنت خليت هذه الحمرة كنت لكم غادين نكرمها باش نضحنها سودانية هانتم اسمعوا شو كي ولات هانتم ابنات يبسات يبسات ولات كارمة حبيت هنا غير نشر البنات المبتدئة هالكل اللي اول مرة ما تناد غادي طحنوا سودانية راها حارة البنات دائما يستعملوا الكمامة لانها ركت قج وغاديت حرقكم في المنطقة جهة التنفس تحت الانف ديركم جهة الفم غاديت طلع الريحة الحرورية وغاديت حرقكم تماما لهذا استعملوا الكمامة وغاديت طحنوا سودانية حبيت نشارك معكم واحد تدبيره زوينة تدبيرها بسيطة انا وحبيت نشاركها مع البنات المبتدئات اللي حبت تديرها مرحبا نحضر ان شاء الله شوية دير روز كان فايت لي احضرت معكم اقتراح العشاء الروز بالخضرة اليوم ان شاء الله ندير روز عادي غير بلاصوس بعد ما حكيت مع طيشة والصيلة والتوابئ القزبروا مع دنوس الاضافة التي نديره تحتلها الطبق الروز واحد من نزوينة هو طرف الفلفلة بحال هكا غير غير ماشي فلفلة كبيرة غير نص هكا نزولي الزرها وكرمي هكا نخليه صحيح ونضيفوها هكذا فهم معها تشربو لك تقلو معها الروز وكيجي من السم واحد نسمق زالة البنات غيجربوها وارضوا عليها والتي تقوم بفلفلة تهيئة في الروز وتخلاليها في التعاليق والسجولالية هنا سوف نمشي معكم مباشرة هذه التدبيرة التي نديرها أنا شخصيا وريدت نتقسمها معكم ما حال من واحدة فينا ضروري شيء نهار إلا أن تكون تقوم بخيار وكيجيها الكيمية كثيرة وتنقص نص هكا وتحتفظ بها في تلاجة النهار التي نحتاجه ثانية مرة أخرى نجيوه عادي بحال هكا نزول له القشور كامني والتي نجيوه لها البلاثة تقوم بحالة كمشات وحالة عرضة الهواء نجيوه ونزول هذا الطرف كالرميه لكي نستغله هذا لا ترميه سوف نحتفظ به في الجنب من اللي نسالي الشغل ديالي عندك نفس القضية كيف مما البطاطة كيف مما الخيار كذلك أحيانا تشيط علينا بطاطة هذه الطبقة اللي كتيب من اللي نزولها لا ترميها سوف نحتفظ بهم في الجنب في الجنب كيف قلت لكم من اللي نسالي الشغل ديالي سوف نعطي واحد العشرة دقائق الراسي سوف يتكاو على ظهركم وسوف تضعهم في عينكم وتحت العين ديالكم البطاطة والخيارة تزغزانين في إزالة السوداء سوف يدرهم عشرة دقائق وتجعلوا العين ديالكم يرتاحوا كذلك هذا القشور كان يستغل لهم البنات أحيانا كان يكونوا كثيرا يشفيهم الإفادة ونحن نحيط على غير علم أو على غير دراية بهم كالنضوك نرميهم من غير ما أننا نستغل لهم هذا الشيء لماذا كنبغي متقاسمها معكم حكوموا على وجهكم والبنات اليوم غدا اليوم سوف أرجعوا لي الخبار وانتوما بنفسكم سوف تلاحظوا النظارة اللي سوف تقولي في البشرة سوف تحكومها في بلاسكم اللي سوف نلغي في الكوزينة ما اللي قلتوا حتى نقلسوا نسالي ونحك وجهي ما غاديش تقعدوا لهذا ما غاديش تحكوا لهذا في البلاسة من اللي نسالي بالخيار سوف نقبض هادو قبل ما نلوحهم سوف نستغلهم نحكهم في وجهي هكا مزيان ركا تحسبوا واحد بلودة وسبحان الله شوفوك تحسبوا هذا المدية للخيار رائعة سوفي الوجه ويعطي واحد النظارة زوينة كين هادو كين حتى القشور ديال ما طيشة حتى هم رائعين البنات راه ربي سبحان الله عاطي الفوائد بزاف القشر ديال الحاجة احنا كنرميها انا نستغلها قبل ما نرميها ما غاديش ناكلهم على الاقل غادي اندهنهم الوجهي شي حاجة اللي طبيعية ما عم مركز خافي منها ولا تدرك هنا اخواتي واحد اليومين كان جاني طالب قلت لي الزربية اللي يدفق لي عليها اتي وخصب بنتها ما بغاش يزول وكتعرفوا اتي كما نقولوا كي يضبغ الى بقى في الحاجة كي يولي حمر وبصعوبة انه كي يبغي يزول ولكن اليومين ان شاء الله سوف نعطيكم الحل هو جيل ديال الحلاقة البنات اللي كي يستعمله الرجالة سوف يجي فوق طبعه ما عنديش ما عنديش ما عنديش ما عنديش ما عنديش ما عنديش سوف يجي لها ديك البلاسة وغادي تديري فيها هاد هاد الجيل ديال الحلاقة وبلامة لا تشي حاجة غادي تديري كمية معقولة على حسب طبعه وتأخذي واحد المنديل وغا تبقى يتفركيها بحل هكا هكا غايف فركيها مزيان هكا وعاودي الى بنت يعني باقي مهم عطيها شوية مهم عطيها الخاطر وعطيها الجيل ديال الحلاقة وحكي هكا غادي نشارك معكم فكرة الوديو ديال اليوم وهي هاد القرعة اللي علقت مور الباب سنستغلوها بجرد الحوايج كيف ما كنتعرفوا كيف ما كنقولوا الناس اللي عندهم يعني مولاوليدات كيف ما كنقولوا بحال هكا ويكون عندهم موليدات صغر ودائما كيخافوا عليهم في واحد السن معين كي يحلوا الباب وكيخرجوا وخطعية يتحضي معهم كي يلقوا الباب محلول يقدروا لقدر الله يخرجوا وما تشوفهم او مثلا في هالشكل العمارات اللي يكون الباب محلول للدروج يقدر يمشي طح في الدروج احسن حيلا هو انكم باشتفادوا هاد المشكيل وكذلك غادي نستغلوها في حاجة اخرى كتعرفوا دبا ان جاي وقت البرد ووقت الشتاء وقت الريح خصوصا لك الكوروندغ في الدار دائما الباب كيدخلوا الوليدات كيخلوه كتعيائي ما سدوا الباب الليد غلي سد الباب ومع ذلك يدخلوك يخليهم حلول ويقول لي عندك الريح في الدار لهذا اتقاسمت معكم هاد الفكرة غا تقولوا لي لا شكل ديالها ماشي وماشي وماشي ولكن حال مؤقت من اللي يفوت للبغة للريح والبرد را غادي نزولوها ومن اللي ان شاء الله يكبروا الوليدات را اكيد غادي نزولوها الله ما سلامت ولداتنا والامان ولا نقلبو على الدكور را قاعد دار الوليدات هي هادي هاد الشكل هاد كيف يفكرني البنات في الحمامات اللي كاتعقلوه ما عارفشو شو باقين دارينو ملدابا ولا لا الحمام المغربي ديال الزنقة من اللي كان مشيوه ما تلقوش داك الباب الكبير اللي كيدخل للحمام دائما دارين في واحد البوديزة بحال هكا ومعلقينها باش اللي يدخل دفع الباب ومسدوش الباب الراس ويرجعوك يتسد هادي هي الفكرة اللي بايتنا تقسم معكم ها ها هو الباب مزدود ها القرعة عندنا من اللي يدخل شي واحد بحال هكا اهو دخل شي واحد وخلى الباب محلول ها هي القرعة كتبقى تنزل ها سمعتو والباب كيتسد يعني انا فكرة بسيطة حبيت نشاركها معاكم اللي عجبات وبغير ديرها بصحة والراحة وهنا البنات طبعي نشارك معاكم ها التدبيره زوينة كذلك ما عارفين احنا مقبلين دابع على فصل الخريف وشتا كتعرفوا الحوايج ديالنا اللي عارفين انا المخدات الماريو ديالنا كوشي كتبدا تربى فيه الريحة ديال الغمولية اه بحكم الجو بارد وما كين الشميشة غادي تاخدوا البنات البوربو هذا ديال اطفال طالك ولكن انا عندي هذا كين واحد النوع ديال البوربو اللي كيتبعا البنات بالريحة ديال الورد فيه بزاف ديال نكهات خذوا انتما انا عندي غير هذا اللي متوفر لي خذوا أنتما لكن عندكم هاداك البوربو ديال نشارك معكم الكثير ملحية لفصل الشيتاء وفصل الخريف اللي ان شاء الله كنت منها يا ربي تعجبكم غير شجعوني ودعموني يا البنات باللايك وما يكون غير الخاطر ديالكم ديرهم هكذا في المخدس ديال وليداتكم ولا ديال كوم ولا ديال الضياف مهم انا اعطيتكم فكرة وما كنظنش انا البربودك الكبير اكين في الحجم الكبير غاليرة هرخيص نجيبوه هكذا نستعمله طيلة فصل الشيتاء وبهكذا حبيباتي الفيديو لانا غاديكن سالة اللي كانت منها يا ربيع على الافكار اللي شاركت معكم اليوم تعجبكم وطرقكم وتنال الردة ديالكم الى عجبكم ما تنسوش خطكم اللايك وجزاكم الله كل الخيرات كنعاود نبارك لكم العواج سودعكم الله لدي لا تضيع ودائعه ودمتم في امن الرحمن وإلى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى وحية اخرى ومعه الف سلام